أي مولود جديد للأبكار في الشهور الأولى بيطلق عليه اسم عجل ولما بيكبر العجل بيتصنف حسب جنسه فلو كان زكر فبيطلق عليه طور أما لو كانت أنسة فبيطلق عليها بقرة معنى كده أن الطور والبقرة حاجة واحدة ولكن مع اختلاف جنسهم طيب إيه بقى الفرق بينهم وبين الجموسة؟ في الحقيقة عزيز المشاهد الجواميس بتنتمي لفصيلة تانية من المواشي وفصيلة الجواميس بتنقسم لنوعين يا إما جموس أفريقي أو جموس أسيوي اشتركوا في القناة